في تطور لافت وخطير توسع إسرائيل مساحة ضرباتها الصاروخية على لبنان لتصل لأول مرة منذ بدء التصعيد إلى محيط مدينة بعلبك في غارتين استهدفت مبنى تابعا لمؤسسة مدنية في حزب الله والثانية استهدفت مستودعا للحزب الحزب أكد سقوط قتلين وثلاثة جرح من عناصره في حصيلة أولية جراء الغارتين على سهل عدوس ومنطقة حوش تلصفية في سهل بلدة البوادي غرب بعلبك قصف بطائرة مسيرة تبع غارة بعلبك استهدف فيه الجيش الإسرائيلي سيارة في بلدة المجادل قرب مدينة صور في الجنوب اللبناني كما استهدف منزلا في عيت الشعب الضربات جاءت بعد وقت قصير من إسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هيرمز أربعمائة وخمسين بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح الواقعة على بعد قرابة عشرين كيلو مترا من الحدود التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على مناطق في الجنوب والشمال الشرقي اللبناني أشعر رد فعل حزب الله برشقة صاروخية كبيرة أطلق فيها نحو ستين صاروخا على الجولان التحذير الإقليمي والدولي من التساعي رقعة الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني سيما بعد أن توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بشن عمليات عسكرية على معاقل حزب الله لإجبار عناصره على التوقف عن استهداف مستوطنات وسكنات الجيش في الشمال الإسرائيلي وهو ما ينذر بحسب خبراء بتجيج الصراع في المنطقة وخروجه عن السيطرة ويدعو قادة وزعماء العرب والغرب إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة إذ يعتبر فتيل المواجهات التي تتسع رقعتها خارج حدود فلسطين شكرا